السلام عليكم مرحبا بكم لي مع قناة لكن شاء الله قاركم بخير وراكم لباس يا رب العالمين اليوم شاء الله اخترتكم مصفة خبز البالون يجي خفيف خاوي من الداخل ومهوي ماشا الله عليه بطريقة ناجحة مليار بالمياه بخطوات جد بسطة كي مرني معاودتكم بشرح مفصل اليوم شاء الله كما كم تشوفون نتيجة مبهيرة جدا فيه تقدر ديروا به لساندويش كما انا درت به واحد لساندويش ماشا الله نقولكم شاهدكم في الجنة يجي مشمخ ويجي ماشا الله عليه الوصفة هذه يعطيكم نتيجة كيمة على المحلات اخواتي اخوتي نقول لكم الجام بتاعكم يهمني بزاف باش ما يخليش الفيديو هدا محصور ويوصل لي عدد اكبر من المشاهدات باش نال حده لانها حقا وصفات تستاهل كل وحدة تديرها وكل وحدة تديها الوصفة عندها وتسجلها عندها على بركة الله اللهم اصلي والسلم على رسول الله بسم الله عندي هنا مقادير جد مضبوطة وهو مقادير جد بساطة كاسته الحليب دافي وكاسته علماء دافي السيعة الكاس هنا يارهي ميتين وعشرين مليل لتر عندي ملعقة كبيرة خميرت الخبز ملعقة كبيرة خميرت الخبز راهي جز جز ما راهيش مقبك ممداري عندي معاها ملعقة كبيرة عسل ملعقة كبيرة عسل لي ما يكونش عندها العسل تقدر تديرين ملعقة كبيرة سكر لكن العسل يعطيك نتيجة افضل هنا راح نجيب الفوي لان هاليوم غادي نخدموه بطريقة سهلة مافيش تعب بزاف ولا سهل ماهل مافيش قاعد تعب هنا بالفوي ولا بالمدرب اليدوي راح نخلط كل المكوناتها كاحتى تتحلي هديك العفوان الخميرة مع العسل جبت هناك كأس من السميد الناعم ولا السميد الارطب هنا غادي نغرب لها باش نهويه مهم جدا تهوية النواشف هنا غادي نغرب لها كبيرة صفايا ومن بعد نعود نجيب هديك الفوي ونخلطه هنا يسميد مع الحليب والماء والخميرة وهذاك العسل نخلط مليح مليح حتى اللي نحسو باللي يعني المكونات تعنا تسجت غاية حوالي هكا نصف دقيقة هذا مكان من بعد نجيب هنا يا بلاستيك غدائي نغطي عليه خليه يختمر حوالي عشر دقائق أنا كان المكان دافي هنا في مرايخ تامر ردي زوج كيسنة الفارينا المهم أن الفارينا اللي هي بقيها اراني مغرب اللتها هنا باش نأكد لكم على هاد الخطوة زوج كيسنة الفارينا غرب اللتهم مع نصف ملعقة صغيرة خميرة الحلوة مع هنا ملعقة صغيرة عملح ملعقة صغيرة عملح كل شي هنا غرب اللتاه باش ليكون عندها الملح ه tavىاء هذاك الطرشين هكا يفوت له اغاني الملح الرقيق فاتت هنا 10 دقائق اخواتي اخوتي كما كنت شوفو اختامر لي وضعف لي حجم الخليط الاول اللي كان خليط سائل هنا راح ندفيه مباشرة هادو كزوشكي سنتي الفارينة مع خميرة الحلواء مع الملح تلدروا قدرنا الملح هكا باش ميقطر ليش على مفعول الخميرة في الدربة اللولى نعود نجيبو غير هاديك الفوة وللمدرب اليدوي وهنا يا هاد العملية هي اللي غيرتخلي للخبز تاعي وتساعده باش يجيني خاوي وخفيف كل ريشحته لو كان يصبح معكم نخلط هنا هاد المكونات مليح مليح ونمزجها وقوم ممطنع ندخلو في الهواء كما قلت لكم من بعد هنا غادي نجيبو الكأس الثالث تاع الفارينة الكأس الثالث تاع الفارينة كما كنت شوفو راح نحط فيه على دفوعات مهمة جدا طريقة التحضير باش تخرج لكم النتيجة كما كيفي هنا غادي نجيب معاها تاني مغرف كبيرة تحليب بودرة ليهو اللحظة الحليب المجفف ونبدأ هنا هيا نبدأ غير اللم في العجينة تانا ما غاديش نعجنو اللمو ونحاولو ندخلو لها شوية على الهواء اللمو وندخلو لها الهواء بهذه الطريقة الليكم تشوفو فيها نعاود منا هنا بدلتكم زاوية التصوير باش تبال لكم غاية هنا بهذه الطريقة ندخل لها الهواء مع هاداك النصف كأس المبدئي الليول نزيد هنا ينكمل الكأس الثالث كليا وهنا نبقى نجمع فقط في العجين بدون دلك بدون تاعب غاية تجمعو غاية تقعدو تجمعو فيه بيديكم وتحاولو تدخلو لها الهواء ماكسيموم وكنت موجده هنا الكأس الرابع اللي كان مغربل تاع الفارينا ولا الطاحين ونبقى تاني نضيف فيه يعني هنا أدات لكمية الإجمالية ربع كيسان تاع الفارينا زوج هادو كليا درناه مع بعض وزوج اللي عاود دخلتهم في العجين كي كان شبه سائل هنا نبقى هكا غير نعجن في العجين تاعي ونلم فقط بدون تاعب نعاود نكرر لكم اخسلت يدي هنا باش نضيف لها الخطوة الاخيرة اللي هي الزوج مغارف تاع الزيت ندخلهم مليح مليح كي ما نديروا العملية تاع الزبدة في البريوش بهالطريقة ونقعدو ندخلو هادوك الزيت مليح مليح وهذا اللي غادي خليه خفيف وقطني ما شاء الله بوحدة درجة ما تتصوروها جحتى لتدوقوه هنا خليت تحت اخر دقيقة من بعد هنا قلعت هذيك الغيسيبيون اللي عجنت فيها وحطيت هنا فوق البلوندت خافاي حطيت واحد شوية تاع الفارينة راني نكمل بقى ليحاولي ربع كأس من الكأس الرابع تاع الفارينة نكملها هاكا نبقى الرش وندخل هنا هيا الفارينة هنا راهي المقادير مدبوطة جدا هنا كل واحدة ونوعية تسميت كيفاش تختلف عندها كالي تديلها هنا تلت كيسان تاع الفارينة كين ثلاثة ونص كين لاربعة وموحال تديلكم كتر من ربع كيسان هنا هي المية العجينة اللي تكون عجينة طارية ومشي تلتسق بالليدين الغيسيبيون هذيك مسحتها بشوية عزيت بشوية عزيت بشوية عزيت ليش العجينة كيتخمر نعود نمسحها من الفوق ونغطيها ببابيفيل ولا تعطوها ببورسة نقية ولا ولا وتخلوها في مكان يكون دافئ بعد هنا اختامرت ليو الضعف للحجم التاحة حقيقة هنه نمسحها يديا بشوية عزيت شوفوا معايا هنا غاد نديقازيها غايا ونخرج لها كل الغازات اللي فيها مليح مليح هاد النقطة مهمة انكم تخرجوا لها الغازات بش من بعد ما تجيكمش فيها الباب احنا خصتنا خبز خاوي من داخل جبت غير هادك سميد الرقيق رشيتها هنه يفوق هادك البلا وهنا غادي نبدأ ندير كويرات كل واحدة والقرصة والخبزة اللي هي بغيتها بغيته كبير وتمقصيه على زوج ولا تقطعيه على زوج بغيته صغير بغيته صغير على هاكا اللي بغيته ولي ساعدك احنا انا غادي نقطع هاكا جوني متوسطين كما شفتوها في بداية الفيديو يعني الشكل تاحا جا تحفا وتقطع لكم كمية كبيرة ومام تجي يعني في البرزنتاصين تاحا شابا احنا العجين تاعيشتو كي كان مساعدني غاية باش نقطع الخبزات وما تنسوش تزيدو ترشو فوقهم شوية تع سميد رقيق من الفوقا باش ما تنشوف لكم جدوكم طبقة وهنا كنت نوري لكم في هدوك الفقاعات دلالة على نجاح العجين من بعد هنا مباشرة تخدموهم ما تخلو مش يريحو مباشرة تخدموهم ترشو على طاولة العمل شوية السميد الناعم وهنا تحلو العجين تاعكم بهذه الطريقة هنا لو لا أعطيتكم طريقة عادية باش تحلو بيها لكن دوقنا أعطيكم طريقة المبتدئات هنا كي ترشو السميد غادي تبدو تحلوها كاب الحلال تقدرو تقرسوها بيتكم كي ما بغيتو لكن الحلال أفضل وتديرو خدمة بالخف هنا كم تشوفو راني حليتها يعني فتحتها قدامكم والسمق لازم ما يكون شخشين كي ما وردتها لكم لكن يكون متوسط حاولي هنا ثلاثة ميلي متر ثلاثة ميلي متر هديك هي كافية باش تكون الخبزة تاعك ما شاء الله ما فيهاش الباب وما تجيش تاني قاسحة هنا راني نكمل بهذه الطريقة تحطو هنا سربيتة والمنشافة المطبخ تحطوها تكون نقية وتغطوها تاني باش ما تنشف الكمش وهنا مباشرة تقعدو تخدمو في الخبزات تاوحكم قدتكم ما يريحوش وما ندروك ما غاديش يقعدو يخمرو أنا ديجا حطيت الطاجين هنا يحمالي فوق النار وهنا غادي نكمل حاولي ثمانية تاع الخبزات غادي نبدأ نطيب فيهم وهنا قمشتوح اللي تحلو تدو وتجيبو قدامكم تعاودوا تقلبوها في كل الأطراف الأخرى باش تخرجكم مستوية بهذه الطريقة يعني ما تقعدوش تدو وتجيبوها غايف في اتجاه واحد على شكل زائد من بعد هنا هدا هو السمك التحل راني نأكد لكم عليه وتنفضوها مليح مليح من هداك السميد حطيت المقلات التقيلة والطاجين كما بغيتون تومها هنا النار تكون قاوية خواتاتي قاوية بزاف غايت تحطو الخبزة تاعكم تبدو تقلبو فيها حوالي هنا تحسبو من الواحدة العشرة في كل جهة واحدة العشرة تقلبوها لجهة الزوجة من الواحدة العشرة تقلبوها لجهة الزوجة عفوا أكل المبتدئات بشجاعة ما تغلطيش ويخرج لك خبزة شباب ما شاء الله ومنتفخ هنا شوفوا تعاون اروحكم بالمغرفة اللوح ولا المغرفة تاع السيليكون كما بغيتو المهم حاولوا ما تتقبوهاش كنت تتقبو الخبزة غادي تنفشلكم هنا ما غادي كيتون تقبلكم دو كنقلكم الطريقة باش تخرج تكمل الخبزة طيابها ويجيكم منتفخة هنا غادي نحمرها هاكا في الجوانب نقعد نحمر فيها ورحكم تشوفوا خبز ناجح ما شاء الله وشا غادي نقولكم والله ماين شي بعض الصوار درتوها فاخصة ولا احتى قدمتو هاكا مع شربة ولا حريرة يجي ما شاء الله هنا كملتها غادي نزيد معكم الزوجة غادي تحطوها كما قلت لكم تحسبوا من الواحد ترعشرة وتعاودوا هنا تقلبوها شوفوا قبل ما تديركم هادوك البوليتات ولا هادوك الفقاعات تبدو تقلبو فيها هاكا وتدوروها تاني بيديكم تعاونوها تعاودوا هنا هانا نمسح بالورق المطبخ باش طاجين تاعي ما يدليش هاديك الريحة تعل حرق مستميد هاديك الركيج هنا تعاونوا رواحكم كما قم تشوفوا هاكا بالملعقة تتطلع معاكم شوفوا ما شاء الله ناجح هادي راي نحلت شوية كم تشوفوا كيفاش راي تنفش وراه البخار يخرج منها المهم هنا دوك نعطيكم الطريقة كي تنفشلكم ولا تنحللكم الحبة حاولوا تضغطوا عليها في المكان تاعد تقب بالملعقة يعني تبلعوا عليها كي تبلعوا عليها ولا تغلقوا عليها سايت مكينها الخبزات تكون معنتاج كيفاش يخرج لها النفس هنا غدي نكمل لنا كل الحبات وهذا هم النتيجة تحهم شوفوا ما شاء الله خاوي هادي كانت حبة تالية رائع جدا عندي غي واحدة الملاحظة كي تبقوا تخدموا غدي يبقوا لكم واحدة الخبيزة تكونوا ما زلتوا حاطنوا فوق البوتاجي هذو غطوهم ببلاستيك غدائي ما تخلوهمش بش مديكمش واحدة القشرة ومن بعد ما ينتافخو لكمش هادي ملاحظة راكم تشوفوا معاي الخبز ناجح مليون بالمية رائع جدا ما غديش تشبعوا منه على بل اللي غدتولي الوصفة المعتمدة عندكم اخواتي ما تنسونيش بلاجام والبارتاج لهذا الفيديو وتاني التعليقاتكم باش يوصل لعدد كبير من الأخوات ويستفادوا هناكم تشوفوا باللي خاوي يقع الحبات ناشحين من الولاحتة التالية ما شاء الله عليهم ناشحين أنا اختارت أني نديرها بالشاوير ما بواحد لسوس ما تأمنوش عقلكم كيفاش دائرين بنت المحلات هذا اللي تشيرو في المحل من 30 ميل حتى الـ أكبر عدد من التعليق رح ندير عليه ونحط لكم الوصفة تشاوير ما وهذا اللي سوس يعني رائعين جدا إن شاء الله كفيت وفيت استودعكم الله